أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورقة سياسية جديدة بعنوان الصناعات الخضراء وذلك لاستعراض سياسات الصناعات الخضراء محليا وعالميا حيث تضمنت الورقة توقعات إدارة الأمم المتحدة لشؤون الاقتصادية والاجتماعية بأن مصر ستكون من بين أفضل عشرين دولة عالميا في إذالة بعسات الكربون بحلول عام عشرين خمسين وأشرت الورقة إلى النسبة المستهدفة من الاستثمارات العامة الخضراء في موازنة عشرين اثنين وعشرين عشرين ثلاثة وعشرين من جملة الاستثمارات العامة والتي بلغت أربعين في المائة حيث بلغت تكلفة المشروعات الخضراء المستهدفة ثلاثمائة وستة وثلاثين فاصل واحد مليار جوني